هاي أول حلقة من حلقات ماربل ستوكس قبل أن ندخل موضوع الحلقة خليني أعرفكم عن حالي أنا اسمي دادين العشي عندي شركة اسمها أمنت ماربل شركة تصوير وإنتاج فيديوهات مددها دقيقة كان هدد في مرة هاي الشركة إنه صلت الضوء على الأشخاص اللي لهم تأثير بالمجتمع لقوا شغفهم وأحلامهم وحققوها فإحنا بنحكي أصصهم بفيديوهات مددها 60 ثانية وهلأ عم نبلج فيديو بودكاست ماربلس دوكس بكل حلقة رح نجيب ضيف جديد ضيف صراحة فخم ورهيب وهو رح يشاركنا أصصه أسليبه والطرق اللي وصل فيها لأحلامه وأهدافه واليوم معنا شخصي ضيفة صراحة عمنا تأثير بحياة كثير ناس بالمجتمع وبالعالم وفي ناس شخصيا أنا بعرفهم إنه هي ساعدتهم بالحياة هدفها الرئيسي إنه تساعد الأشخاص يعرفوا حالهم هم إش بتهم يعملوا بحياتهم عشان يوصلوا لأهدافهم ويحققوا أحلامهم إن كانت مهنية أو شخصية معنا اليوم هبا الجندي لايف كوتش هبا thank you so much لوجودك معي اليوم بأول حلقة هدا كتير إشي بعاني لي صراحة صراحة thank you so much thank you for the introduction I'm really happy to be here بزات إنها أول podcast لإلك هبا خينا بسيك طريقة سريعة اتعرفينا عن حالك وإش تعمل I'm a leadership coach إنه leadership positions أو management أو executives أو CEOs بس أنا لما بقول leadership إنه leading the self يعني أنتي هلا عايش بالحياة أنتي you need to lead your life عشان تعملي حياتك إشي مستاهل يعني قبل ما تموت تقولي عيشت حياة مستاهلة كنت أعيشها فليدرشب أي حدا بقدر يعمل leadership coaching وإنها تعمل حياة بديك تعيشيها إنه حياة إلها هدف بس هو هيك كل حدا بس بده يعيشي يكون مبسوط مع حاله مع الناس اللي حواليه صح طب خلينا قبل ما ندخل موضوع life coaching وبالديتلز وتفاصيله خلينا نسألك أنا جعبالي أعرف كيف هي بجندي وصلت لعالم life coaching عشان زيما أنك حكينا مع بعض عادت تشتغلي بالأدبرتايزين والماركتينج لتناشر سنة فإن حضنت من هذا العالم لهذا العالم إيش إشي صار معك هذا الجعبالي أعرفه صراحة هلأ أنا الإشي اللي خلاني بحب coaching أصلا قبل ما أني أنا أفكر بدي أكون coach إنه يعني خبرتي الشخصية مع coaching أنا I was getting coached وقبل هيك إنه أنا حدا كان بحياته كتير بحتاج support من أنا صغيرة يعني مريت بظروف معينة بحياتي زي مثلا وأنا عملي 13 سنة I was diagnosed with cancer وعملت كيموثيرابي وكل هاي التجربة إيجت بوقت إنه بتعرفي هاد العمر السنستيف اللي هلأ لسه أنت بلشت تستوعبي حالك أزا فيميل بتبلشي بدك تهتمي بحالك بتبلشي بدك تحبي وتنحبي وكل هاي الأشياء إنه هيك نقطش وهذا التجربة يعني أثرت علي لكتير سنين من حياتي بعدين يعني أنا عم بقول 10 أو 15 سنة وكتير كنت بحتاج support فبالمدرسة كنت بعمل counseling بالجامعة كنت بعمل therapy خلصت therapy كملت بعمل therapy باخد courses فكوتشين كان جزء من الأشياء اللي كنت أعملها عشان أنا أساعد حالي أفهم ليه هلأدي عندي anxiety ليه هلأدي كنت هيك مش جعبة لي كيف اللي هيك مش طائقة تعيشي إنه خلص بصحكو اليوم وبعمل كل شي بس إنه هيك إنه زي الدفش وكل وقت مش فاهم ليه أنا هيك حاسة وعم بحاول أشتغل هذا الموضوع فلما تعرفت على الكوتشينج كتير ساعدني لإنه هو فيه هيك إنه طاقة الكوتشينج لقدام إنه تتحركي تحركي الحياة مش إنه بس تطلعي لشو صار وتحاولي تفهمي شو صار بس إنك تمشي لقدام مش ترجعي لورا وتعلي تفكري إيش بالماضي إنه هلأ من اليوم لقدام إيش بدي أعمل فبالالفين وسبعة كان أول مرة بعمل كوتشينج وعملت كرير كوتشينج مع شوزة هي تركية كانت عايشة بالأردن وطلعي أنه أنا بدي أعمل أنا بدي أكون كوتش فضليتني هيك أجي بطريقي وأنا مش عارفة طبعا هيك كل مرة أعمل إكسكيوز آه مش هلا مشغولة ما بقدر هلا لا لالالفين وخمستاش من الالفين وسبعة لالالفين وخمستاش وبعدين I got trained وبعدين I got certified ولهلأ مكملة بهذا الطريق صراحة الإشي الرهيب I think بالإشيال اللي أحكتي أنه كيف أنت عشان عرفتي الوجع أو عرفت لما واحد يكون ضايع أو مش عرف إشيال بحياته ولقيت الحل ولما حبيت الحل أنت حبيت تكون الشخص اللي بيساعد الناس زي ما ناس ساعدوكي لما كان عندك لائف كوتش لأنه ما ما بحث it's authentic أو فيه ما بيكون فيه كتير إنتيجريتي الإشي لما تحاولي تساعدي الناس بإشي إنتي معملتي أو مريتي فيه صح مش إنه أنا يعني كل واحد عنده قصة وكل واحد عنده الجرني تاعته بس إنه لازم تكوني إنتي مريتي بإشيال 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 عشان إنتي تقولي لحدا you walk your talk يعني مش بس بتفلسفي بتكوني عملتي الإشي اللي عم تحكي عنه طيب قررتي تسيري لايف كوتش كيف قدرتي عن جد جابالي أتخيل هذا اليوم لما قررتي أنا اليوم بدي أستقيل بدي أكون لايف كوتش هل تذكرته oh my gosh هاي اللحظة أنا ما تذكر هاي اللحظة كتير منيح بإذا وي لأنه أنا من 2015 ل2018 كنت عم بشتغل I was a director by an advertising agency وكنت عم بدرس للكوتشينج وبسافر وعملت leadership program بسبين ففي ثلاث سنين أنا عم بعمل شغلين وعم بدرس يعني ما بعرف كيف بس I managed to do it وخلص إنه معاش يميح I have a good pay صلي أكمن سنة صلي سنين عم بندفع لي بشكل شهري I'm independent financially فإنه كل هاي الأشياء إنه فجأة أنا رح أقول لا عليهم فضلي تأجل أجل أجل بعدين بتذكر مرة هيك كنت بس عم بطلب كافي قاعدة عم بستنى my coffee بمحل like a coffee house وبس هيك عم بسأل حالي إنه أنت من شو خايفة وأول إشي قلت لحالي إنه خايفة إنه تفيل إنه ما يزبط بعدين اكتشفت إنه لا أنا مش خايفة تفيل لأنه لو ما زبط عادي اكتشفت إنه أنا خايفة أندم إنه يمرو سنين وأقول إنه ما أغباني شو هالعملة السودة اللي عملتها وضع علي كل هاي سنين بcorporate world وإني حندم عقرار يعني مش صاح فبتذكر يومها أنا سمحت لحالي إنه أغلط إنه تسوكي إنه بسمح لك تغلطي مش مرة ولا مرتين عشرين مرة بهاي الحياة اللي حتعيشيها وخلص وإي ميت دا ديسجن بهديك اللحظة إنه عادي لو بندم معلي قال ما حموت I'll survive آه يعني ما حدا ما حدا مات من الندم يمكن حدا مات من الندم بس إنه مش حموت أنا من الندم آه يعني إنه it will be fine آه فقررت وقتها إنه خلص بدك تستغيري إنه خلص life coaching يسأل I wanna do it full time I wanna give it a chance طبعا مش إنه فجأة مش إنه هيك moment يوم زح أنا ثلاثة سنين أنا عم بجهز وعم بشتغيل وعم بعمل coaching فأورادي صار عندي client base إنه صار وصلت محل إنه أوكي إذا بدي كمان to expand لازم أناقي تكون متفرقة في ناس بعملوا هاي الجمب الفجأة لا أنا مش من هدول الناس I think the issue هلأ الحكيتي تير إيش مهم إنه إحنا صح ما نكون حاسين حالنا بدنا نترك شغلنا ونركز على إشياء ما نعمل بس إذا ما عنا foundation أو base أوي رح نندم على القرار وكل حدا يعني كل حدا عنده different experience في ناس نطو ضبط معهم مني الواحد لازم يعرف حاله أنا مثلا لا ليه أنط بعدين إنه أصير stressed ويضلها عندي هاي الأنرجي تحت stress أنا كتير بدير بالي على my energy لأنه I just believe in the importance of it فما بدي ما بعمل حركة إذا رح الأنرجي تحت رح تكركب صح بتضلي مرتاحة فبتضلها أموري مرتاحة وهو عن جدهك لا هلأ طب هيبة حكي لي لما قررت تاختي هاي الستب وتتركي الشغل إيش التحديات اللي واجهتيها يمكن نفس يعني داخليا وخارجيا أكبر تغيير كان إنه أنا بشغل لحالي يعني متعودي بصحة الصبح بروح لشركة فيها ناس كلها بتشتغل فيه ناس تحكي معهم بنهار لا إنه لحالي فكتير أخذني وقت إنه أعمل structure إنه أوكي طيب أنا بصحة على إيمة ما بدي وبنام إيمة ما بدي بشتغل الصبح وبالليل وبعد الظهر إنه كتير كان هيك الموضوع فعلت بالأول ففايندي ماي structure كتير أخذني وقت صراحة وتاني إشي إنه يكون ناس معي يعني لما تكوني لحالك مرات بتتعلقي وإنتي عم تشتغلي مع حدا عشان هيك أنا بحب مثلا الشراكة يعني لما بدي أعمل project ولا بدي أعمل workshop بلاقي حدا لك أكون collaborator لأنه we help each other كتير ساعدني يكون في ناس تشتغل زي شغلي أعمل community support online offline نجتمع مرة بالأسبوع نحكي عن مثلا شو challenge's ساعتنا عشان ما أحس حالي هيك لحالي هذا كان وطبعا يعني التحدي إنه أنا لازم to generate my own income إنه مش حدا رح يدفع لي آخر الشهر إنه أنا إذا ما اشتغلت ما رح يجي إشي فشوي كان غريب بالأول وكتير حلو والشعور هلأ إنه I can يعني حلو لما توصلي للمرحلة إنه oh my gosh I can do this لحالي إنه مش ضروري حدا ييجي عطيني monthly salary هدولة كانوا أكتر تحديات لإلي وطبعا يعني التحدي الجو اللي هو أكبر تحدي إنه to believe I can do it طب من ناحية جبالي أعرف المجتمع أو أهل وعائلة لما عرفهم كنت تتركي الشغل وتسيري life coach كيف كان إنه أراؤهم أثرت فيكي ما أثرت أول شيء كل حدا بحياتي الناس القراب علي كانوا supportive وكل يعني كانوا يعني مثلا ديني مش إنه بالعكس يعني إنه wow إنه good for you هلا ما أبعث بينهم بين حالهم إيش كانوا يحكوا بس هيك كانوا كانوا قدامي وإشي مهم صراحة أنا عملته ودائما بنصح الناس تعمل نفس الشيء ما خليت external يعني العالم الخارجي يؤثر علي يعني اللي يقول لي ما ما حد بعرف كوتشنج مين رح يعمل كوتشنج أو ما حد رح يتفعلك هالأدة وأنا يعني صراحة يعني عاملة the best certifications ودارسة with the best schools إنه ليه لا فأنا عملت فأنا عملت كوت إنه ما بدي مخاوف الناس تيجي عندي خلص أنا قلت بدي أعمل الإشي زي ما أنا شايفته صاح ورح أعمله بطريقتي وعن جد فهذا إشي كتير ساعدني لهلا إنه ما خصني إذا هو زابط أو مش زابط للناس تانين أنا إليت رح أخلي يزبط وبحيث كمان كتير بيأثر مع مين بتشاركي يعني إنت هلأ حكيتي كل حد كان supporting you يمكن أنت كنت أصلا الناس اللي حواليك نفس المويند ست هم هيك أنا من نحييتهم هيك هم هيك أصدي هاد إشي كتير أساسي لما تشاركي حدا إشي تعملي أو إشي بدك تجل الانفيرومنت is everything يعني زي البزرة خلينا نقول البزرة لشجرة ممكن تسير طول المبنى هاي البزرة إذا أنت حططيها على الطاولة يعني مش بالانفيرومنت اللي رح تخليها تكبر حضلها بزرع على الطاولة صح؟ طبعا للأبد للأبد حطيها بال الانفيرومنت لها لأن كل نبتع فكرة لها انفيرومنت غير عشان تكبر وتفلوريش حطي البزرة بالانفيرومنت الصح التراب الصح المي الصح الشمس الصح whatever it shoots up وبتسير أد المبنى نفس الشي الإنسان كل حدا فينا عنده انفيرومنت لازم هو يعملها هذا الفرق أي شي الانفيرومنت اللي أنا رح تخليني تثريف تخليني أطلع أحسن إشي ما عندي بأعملها لحالي الناس الأكل كل شي أي شي بيعمل الانفيرومنت تاعل الإنسان يعملينه ديزاين فهذا برضو إشي يعني ممكن أعطيه تب للناس إنه قعد مع حالك اسأل حالك شو الانفيرومنت اللي بحتاجها عشان أنا أصير سكسسفل من الناس اللي أخليهم حوالي هو زي ما انت حكيت إنه كل واحد يعرف حاله قبل ما يعمل أي شي طب هي بجعبالي أعرف كيف كيف عرفتي هل أعملت كارير كوتشينج I think هذا صراحة كتير مهم أظن تير في ناس حوالينا ما بعرف بوجوده لأنه أصعب إشي بحياتنا إحنا لما نكبر نخلص جامعة إنه إيش بدي أعمل بحياتي أو حتى إنسي إيش بدي أدرس خلصنا نتخرجنا إيش بدي أشتغل إيش دي أعمل أو what is my passion أو إيش شغفي It's not just about إني أنا أعرف شو بدي أعمل لأنه إحنا مضلنا تغير actually يعني أنا بفضل مثلا ما أقول لحالي خلص أنا كوتش هلأ رح ضل كوتش لآخر عمري طب أنا هلأ I wanna do coaching بس إذا بضل open مع حالي وبضلني curious وهيك فضولية بالحياة ومحالي مش بس بالحياة بطلع أشياء تانية جواتي بدها تسير فالcoaching مش بس إنه آه أوكي تعالوا من وجهك لهون وبتعرف شو بدك تعمل بينمي عضلات زي كأنها جواتنا زي زي mental fitness وعضلات رئيسية للمنتل fitness إنه تخليكي أصلا تعرفي how to be in life to be open to be courageous إنك تجر بأشياء وإنه إذا إشي ضبط بسرعة with flexibility with ease to move on to the next thing وتضلك to expand your potential مش إنه خلص يعني أنا مع إنه حدا يلاقي شو بحب هلا والسنة الجاي شو بحب هلا يعني now, now, now خلنا ورح تطلع إشي غيره يعني إسأليني السنة الجاي ممكن تلاقي أنا عم بعمل إشي أو زدت أشياء على شغلي أو قررت to move and do something else I don't know بس coaching helps you become this يعني بطلع عندك هالفلكسيبليتي which is needed for life صح it's needed طب كيف الواحد بقدر يعني يعرف إش هو بده يعمل بحياته لتسي هو الشخص ما عنده معرفة بالlife coaching أو ما دخل على إش في أسريب تاني الواحد بادر بإبلشها مع حاله أنا اليوم أبلش أحكي قدرين إش بتا تعمل بحياته إش في إشي بقدر أعمله يخليني أتواصل أكتر مع حالي وأعرف إش إشت أعمل هلا أنا I believe in this equation إنه إنه الواحد بقدر يعمل إش بيحبه إذا إش بيحبه شاطر فيه و it's needed in the world رح يكون إلو value معناته فرح يندفع له So I believe you can make money doing something you love That's a belief that I have this is my life experience هلا كيف تعرف إش أنت بتحبي هادل هي step number one في كتير أشياء ممكن تنعمل أنا بححكي لك in coaching مثلا in coaching إنه من صحي زي كأنه جزء من حالنا that's like your higher self يعني a part of you that believes in you in life in the world أول شي من صحي هذا المكان لأنه هذا المكان بعطيكي inspiration عن حالك غير المكان اللي لازم أعمل هيك ولازم أسير هيك ولازم نشتغل عشان نطلع مصاري فيه بارت مننا programed socialized هذا بيطلع أفكار وإنسپيريشن وإشياء فيه بارت تاني مننا فأول شي من صحي هذا الpart عشان نسأله what do I love what brings me joy حتى لو ما صحيتي هذا الpart لحدا ما عم بعمل coaching انتي يسألي حالك شو إشي بقدر أعمله كل يوم بدون أزهق إيش الاندستري أو التوبيك endlessly fascinating لإلي بلاقي حالي بقرأ عنهم حتى وأنا قاعدة على البيتش أو حتى وأنا بي vacation what are topics I'm passionate about from my own life experience يعني ممكن حدا مثلا they were ما بعرف let's say sexually abused وهم أطفال بسير هذا التوبيك عندهم they're passionate about this topic they want to do something about this topic in the world لأنه مروا بهذا البين so your highest highs your lowest lows in your own life experience ممكن برضو تقول لك شو الإشي اللي بتعني لك and then you take all of that and see what am I good at إيش أنا إشي شاطرة فيه بقدر أقدم إشي للحياة وللناس إشي إلو إشي إلو value and then you will get paid for it if it has value because money is just an energy exchange يعني إذا بتعطيني إشي valuable وبعني لي راح أدفع عليك مساري بالضبط in return وفي طبعا كثير طرق تانيين in coaching إن ننطلع هذا الإشي جوا الحدا but it's different from one person to another وبحسس الواحد لازم يعطي حالو شوية مساحة يجرب أشياء يعني بذات الناس من طرفة روحها إن أوكي أنا مش طائق شغلي وهيك جرب حالك explore طلع إشي إشياء حالي من ناحية تفن موسيقى وللقي وين إشي تعد تسرح فيه أو ما بتحس بالوقت هاي بتكون رسالة من جو بتقول لك إنو أعطي هون شوية وقت أكتر بركن هون جرب إشي تاني واحد بعدين بقدر يعرف إش بحب حياتي فذا كي ورد اللي انتي هلا قلتيها experiment try جرب experiment طلعك جرب جرب أشياء وكمان الواحد يكون عنده أكيد عند وقت لحاله بالضبط لإنو انتي لما تصحي الصباح بتعملي snuze بعدين بتقومي بتتحممي بترحي إلى الأفص بعدين ضليك تركضي كل نهار بتخلصي بتعملي أكام التليفون تطلعي بشوفي صحباتك بعدين you do a couple of things بتنامي there's no space انه أصلا يجي inspiration so this is foundational أنا عمضلني أجيب سير تلك الكواتشين because you're interviewing me as a coach الكواتشين جزء كبير منه ليه الناس هل أدب لما تعمل الكواتشين they appreciate ويحبوه انه في ساعة space الهم يعني I am giving the person one hour of my life dedicated to their life عشان هم يعدوا يفكروا بحياتهم بكون هاي الساعة ما عندهم إياها طبعا so it's the space in this space they get inspired وبعملوا decisions وبجي لهم insight because we created that space صح بحس زي ما إحرى نعطي وقت لكل إشي مثلا جم في وقت شغل في وقت أكل social life كل في وقت لو بنعطي وقت لحالنا إنه لحالنا نعطي ساعة كل يوم كتير رح يفيد أنا I love rituals وأنا كتير عندي rituals وإذا ما بعد مع حالي فترة طويلة بأكتشلي بداي أحس في إشي غلط بس أنا كل يوم في وقت من نهاري بالليل بالنهار يعني أنا عندي my own rituals بس هيك بأعود بأعمل أشياء هيك relaxing I journal بس أل حالي powerful questions مش powerful questions is a coaching skill بس beautiful questions مش بس powerful you can ask magical questions لحالك ask questions that will ignite something جوه حالك سي تعطيني مثال إن مثلا حدا قاعد مع حال إش أسئلة ممكن تكون يعني إذا أنا بعرف إنو عندي لاتسي a fear a powerful question would be what's possible إذا ما عندي هدا الفير what could be possible إيش ممكن إشي أعملو مستحيل إشي ممكن أعملو إذا أنا ما عندي هذا الفير في أسئلة ما إله داعي وفي أسئلة بتفتح عالم صح it's just about تسألي an open-ended question that opens you up يعني a powerful question it opens possibilities مش limits possibilities it's not a yes or no answer question إنو بدك تعملي هيك آه أو لا الجواب يكون it's a closed question بس لما تسألي مثلا what's possible if you are to مثلا be courageous and do this that's an opening question it opens you to a new possibility صح it's an art form صراحة asking powerful questions أهلا أبما أنك حكيتي على الفير والخوف الصراحة أظن هذا أكتر إشي عائق بعيخنا لأي إشي نعمل بحياتنا كيف منقدر بعرفة لأمش حيكون في إشي سحر تحكي لنا ياه كل حدي بطري خاف بس إنو قدما إحنا منخاف وما منعرف إحنا منخاف كيف في فرص قدامنا ما منشوفها ومقصر ما منشوف قدما إحنا نكون مسكرين من الخوف كيف منقدر لو أتليست تيك إشياء النوع فيها مع حالنا نخفف أو نسحع هذا الخوف ونسكره ديب question for a deep topic وما أظن في حدا I am yet to meet a person ما عنده خوف ثب ما في حدا because we were all once upon a time children we were all socialized to belong and in this socialization period أخذنا باليفس وإشياء من الناس الحوالينا ونسينا مين إحنا ونسينا ونسينا مش بنخاف to protect ourselves عشان ننظلنا to survive to be safe and secure يعني safety and security هو الهم الرئيسي تاع هذا الجزء من شخصيتنا اللي بظله خايف من كل شي I think ما حدا لازم يموت قبل ما يعرف الفير ستاته يعني مش بس يعرفهم يعرفهم كتير مني حين كيف أنا هلا إذا شفتك محل إنه آه دارين هاي كيفك حسلم عليك لازم أعرف الخوف اللي عندي هيك كثير إلو شكل واسم وزيك إنه شخصية it's so important كيف كانوا الثوتس تاعتي به ديك اللحظة شو كت عم بقول لحالي عادة بيكونوا جمال إصار وسريعين مثلا أوعي ما تعملي هيك اسكتي بلاش تحكي هاد الإشي وزعليهم تك 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 بحطهم باكتبهم وبضل أرائب هاي الثوتس على أيام أو على أسبوع كل حدا غير بضلني أكتبهم بيصير ببلش يصير عندي فكرة عن هذا من شخصيتي كيف بحكي كيف بتصرف من شو بخاف وأصير أنتبه لما بسدق هاي الثوتس كيف بتصرف يعني أعطيكي مثال عن حالي أنا يعني كل شي قبل كان لازم يكون بيرفكت إذا مش بيرفكت ما بعمله والبرفكتشن تاعي بيخليني أعمل كل شي بعد ما يصير سترس لبل عندي ألف الفاضي طبعا فاكتشفت هذا الصوت اللي جواتي اللي بظل يقول لي لا ما بيكفي اعملي كمان لا عادي كل ما عم بعمل الإشي بيضلوا فيه to criticize what I'm doing هلا لما أرد عليه وأنا مو من تبهة طبعا بسير فأنا مش بس بطلع بديك تطلعي على الصوت الرئيسي اللي بيخليك تسيري وكل حدا بقدر يعمل هاد الإشي بعد ما تشوفي الثوتس مثلا تكتبيهم قهدي مع هادا كيف شكله مثلا إذا إله شكل كيف صوته إذا إله صوت وين عايش جو جسمي إذا عايش مكان how does it feel what's the values كاعد هذا المكان بعمله زي كأنه شخصية بسميه إذا بدر أرسمه برسمه the more you know it the easier it will be to catch it when it shows up بالحياة صح طب هيبة إنتي كلايف كوتش إيش المخاوفك بتكون مع كل نحكي مثلا شخص إيجي يحكي معك أنا هيبة بدي أحكي معك بدي إياكي أزا لايف كوتش إيش المخاوف بتكون عندك أغريط أنا كل ساشن صلي بعمل كوتشن من 2015 صرت عاملي فوق إلا 1200 ساعة كوتشن كل ساشن قبلها بشك بي حالي كل ساشن كل يوم بيجي هذا البارت مني اللي بقول لي أكيد رح تقدر تعملي كوتشن وأنا خلاص صرت متعودة على هذا الاشي كل ما يجي لي شغل بروجيكت جديد أول جواب بعلي قولي لا ما رح تقدر تعملي هاد كل مرة خلاص بس أنا هلا I know the drill I know this is gonna happen على طول بس بقول it's okay don't worry everything's gonna be okay لأن أنا عارفة وين هذا الصوت من وين إجا ومن أين تطلع عندي بحياتي و هيك I ground myself in the other parts of myself that are more confident I just be present and I do my best every day I just show up and do my best that's the key show up and do your best بكل بسافة by the way show up يعني wake up show up show up لحياتك ولحالك وليومك وللناس ولأي شي رح يجي بهذا اليوم و do your best و بالآخر زي ما من تجربنا بالآخر سيزبط و رح تسلك صراحة بالضبط everything's gonna be okay بالضبط أنا كل شيء بصير معي دائما زي ما أنت حكيتي project client فكرة جديدة podcast أي شيء بسطبيقها قد ما بسي عندي خوف خلص لي لماذا تعمل لكي بحالك وليس وقته طبعا طبعا لماذا أجيب لعصة على حالك جديدة فبصفي الواحد أريح له صراحة بها المحلة يتنش بس طبعا بس دائما ليس وصوت من حاله بس إن بعد هذا الخوف وكل سترس أدي بيكون صعب هذه الفترة لما تتخطاها عالم تاني It's life Life happens outside the comfort zone عن جد في مرة كوت ناسي بالضبط شو كان بس إنه there's no growth in the comfort zone or there's no comfort in the growth zone فأنا داما بعرف لما ما أكون مرتاحة معناته I'm growing هم بيجوا مع بعض they live together in the same place and this is where life happens outside the comfort zone صح وكل أشياء حوالينا كل أمثلة حوالينا كل الناس عم بعمل أشياء كتير فخمة بحياتهم يعني لما صار خوف أو صار في تحدي مش وقفوا تيضلهم أشياء معه وتخطوه عشان يوصلوا لا إيش من المعمل بحياتهم وإيثنك بساعد كمان إنه خلص نستوعب إنه كل حدا خايف صح أنجب وشعور طبيعي إحنا كمان من خاف للخوف يعني مستحيل تحكي لحدك كيفك يحكي لك خايف منسبينا هاي إحنا نحطها on the side داما تحمد لتمام وكل شي مني إنه بس هو إموشن زي السعادة زي التوتر إنه خوف بتخليني إنه to move إنه خلص هبه كل حدا خايف كل حدا زي كل حدا they're doing their best just move forward وفكرة الموت كمان إنه خلص كل نحن الموت جد يعني من هون لخمسين أو ستين سنة لا أنا ولا إنتي ولا حدا هلا قاعد هون يمكن نكون موجودين فأنا مثلا death is an inspiring thought لإلي يعني الموت بي خليني بدي أعيش و بدي أعمل the best out of my life because I'm gonna يعني I have a limited time in this time and space reality يعني هذا الجسم وين منروح ما بعرف بس I know I have a limited time in this body in this in this space in this 3D world أنا بالنسب إلي يعيش بطريقة هو راضي عن حالو وحاب إيش بعمل هذا بالنسب إلي أنا صراحة أهم إشي بالحياة everybody needs to do this work إنه أنا أفهم حالي وتدفلوب حالي وأفهم مخافي وأفهم الرجواتي أصلاً and it's not easy work فمش كبس تزر والله أعملي coaching وأعملي لي كمين ساشن وأو رح تتتولي it's it's everyday work كل يوم بده شغل آه كل يوم بده شغل and you will do it if you believe in it and you believe it matters طب إيش بالنسبة إليك السعادة أول إشي جعبالي أولاد أختي أولاد بنات أختي they are they are a joy to be with أنا بالنسبة إلي وهذا يعني it's life basically it's an experience and it's like I said from the point of view energy I heard and I read other things that in general when there are things that you can't use it and it's suppressive that you can't use it there are points that you can use it but if you open it you want to use it you want to use another and you can't use it and you can't use it it's not used to be I believe in that I believe in that this topic you want to use a podcast to do it if you like that now I'll finish I'll do it many concerts I think we're going to finish the episode to be honest but before we finish before we finish I'll finish thank you before we finish before we finish what do you have advice or advice you want to say to people who are listening and who are watching trust yourself this is a advice and believe in yourself because if you don't no one will believe in yourself trust yourself wake up move talk like you matter walk like you matter matter to you so you matter in the world cute isn't it cute thank you thank you so much on the time thank you and I'm with you I really hope this was I hope this is useful for whoever listens to it إن شاء الله وأنا هذا الإشي كنت كمان حابة أحكي إنه بآخر الحلقة إنه كل حد فينا بحتاج يحكي مع حد من أي بغض النظر إيش المواضيع ولازم للاقي شخص إحنا نرتح له بإسمعالنا من غير ما يكون في أي جوجمنت أو أي إشي فأنا بنسبة لي live coaching صراحة من الأشياء كتير أساسية وكتير مهمة للحياة بطريقة لها أبعاد مش عادي فبدي نحن 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 بإنك أي حدا يتواصل معك يستفصل عند أي استفسارات أو أي أسئلة أو يحكي معك بأي مواضيع نحن 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 بعد إذنك نحن 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 أنا ليس كثيرا أنا ليس كثيرا في مدينة لأنني أتفضل بشكل مهم صراحة لكن أنا أنا مهن يعني أتفضل على ميسجر وهيك وأنا أتفضل نحن 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 نح